والله بعودة الاخبار انا تمام الحمد لله سلام عليكم ورحمة الله وراجعته اهلا بيكم في فيديو جديد اخيرا بعد طول انتظار وطول غياب هنا على القناة بقالنا اكتر تقريبا من شهرين مفيش اي فيديوز حس ان انا الموضوع الجديد علي فيعني انا عارف ان المكان جديد واللينز كمان جديدة فتحس ان شكلي متغير شويتين في حاجات كتيرة جدا حصلت في حياتي برضو فتحس ان انا او انا حاسس ان انا متغير شويتين في حاجات كتير العدة برضو مش متزبطة كده شوية حسب ان في تراب كتير ايوة الاضاءة تزبطت شويتين في يعني كل دي حاجات اه جميلة جدا في مكتبة جديدة المكتبة دي في الغالب هيتطلب عليها فيديوز كتير فان شاء الله هنعمل فيديو مخصص عن المكتبة بس انا حس ان انا واخدكم في دوكا كده من الاول خلينا اقول لك انا ليه كنت موقف فيديوز طول الفترة اللي فاتت دي لو انت مش متابع ولا متابع اي حاجة عني فانا بشكل مبدئي كده قافل فيسبوك قافل انستجرام ما بفتحش اي سوشال ميديا غير واتساب بس مفيش اي اخبار عني مفيش اي كلام مني مفيش اي حاجة بتقول انا كنت فين الفترة اللي فاتت دي غير يوتيوب كوميونيتي اللي عليه كنت بقول ان انا في الفترة اللي فاتت دي كلها بجهز للجواز فايوة انا تزوجت فالفترة اللي فاتت دي كلها كنت بجهز الشقة اللي من ضمنها الستوديو اللي احنا بنصور بانه دلوقتي هو هو نفس المكان اللي كنت بصور فيه على الستارة الخضرة شوية اللي كنت بصور عليها الفترة اللي فاتت استارة هي برضو قدامي ولكن التجهيزات كانت كتير جدا كنا بنعمل المكتبة دي وكنا بنعمل الجميل ده في حاجات برضو فوق هنا ولكنها مش واضحة في الكدر فأعني محتاجين علشان تحاول ان هي توضح لنا الدنيا دي كلها لو انت حاس برضو ان انا شكلي متغير شويتين فده بسبب اللنس اللي بنستخدمها احنا كنا نستخدم قبل كده خمسين ملي خمسين ملي على رأي يحرضوان ان هي بتجامل الوش شوية يعني بتخلي الواحد اجمل شويتين وشه انعم شويتين فيه شعر بنس فيه مش عارف ايه فيه شوية تفاصيل حلوة كده في الصورة للأسف مش موجودة في اللنس دي فان شاء الله موضوع اللنس ده وتحاول ان احنا نحله قدام برضو البي سي زي ما هو ما فيش اي حاجة فيه اتغيرت كل اللي اتغير ان انا تزوجت وبقالي شهرين ما بعملش فيديو وقادينا رجعنا ليكم بفيديو جديد الفيديو ده في الغالب هيكون هو فيديو اسئلة بما اننا حطينا على عندنا على القناة وجلنا فيه كومنت محترمة جدا فيها حاجات ليها علاقة بايه اللي احنا شغالين عليه الفترة اللي جاية وايه خطط القناة الفترة اللي جاية هل هيكون فيه سلاسل تانية جديدة ولا هنكتفي بالسلاسل القديمة دي كلها حاجات هنشوفها مع الاسئلة هم 111 حاجة زي كده فانا هاخدوا لتوب كومنت ونشوف لو فيه اسئلة متيرة للاهتمام ممكن احنا نجاوب عليها موجودة تحت فاكيد هنجاوب عليها فخلينا نبدأ مع ماي نيم ايه اكتر مصدر للمعلومات بتثق فيه زائد مبروك المكتبة الجديدة انا عارف ان المكتبة الجديدة هتعمل هس هس كده عند ناس كتير فاوعادكم ان شاء الله اندي فيه فيديو هيتعامل على المكتبة دي ايه اكتر مصدر للمعلومات بثق فيه دي حاجة مقدرش حددها في البداية لما كنت بعمل البرامج اللي هي اللي بتعتمد على معلومات متنوعة يعني كل حلقة بفكرة شكل بابابا كنت بعتمد على الانترنت مقالات بحثية بتكون موجودة على بعض المواقع المتخصصة في الحاجات دي يعني مثلا لو شخصيات كان فيه موقع اسمه بيوجرافي لو حاجة ليه علاقة بالتاريخ كان فيه موقع برضو اسمه هستوري المواقع دي كانت بتقدم ليه مقالات وكل مقال فيهم كان بيكون معتمد على دراسات بحثية فبالتالي كنت بطالة على كل حاجة موجودة على المقال ده علشان أقدر أطلع بحلقة إنما دلوقتي أرض الحضارة الأرض المقدسة البداية والنهاية كلهم معتمدين على كتب ومراجع فطبعا بكل تأكيد أكتر وأفضل مصدر للمعلومات هي الكتب أعرف منين الكتاب ده بقى هو اللي فيه المعلومة اللي أنا عاوزها ولا لأ دي حاجة ممكن نتكلم عنها في فيديوهات مش فيديو واحد زياد أسامة أخيرا عايزين فيديوهات أكتر عن الكتب والروايات أوعدك المكتبة بقت مليانة كتب كتير جدا وشكرا لزوجتي الحبيبة الدك بيقول ألف مبروك الديكور الجديد بتعمل إيه لو فقدت اهتمامك أو بالأصح شغفك بكتاب أثناء قرأته لما بلبس مقلب في كتاب يعني الحقيقة في الحالات دي أنا بيكون عندي اختيار من اتنين الاختيار الأسهل هو إن أنا أسيب الكتاب خالص ويمكن كنت عملت فيديوهات قبل كده عن إن أنا بفتح القوس وبحط كتب ما قدرتش أكملها والفيديوهات دي كانت بتزعل مني ناس كتير بالمناسبة ولكن في الفترة الأخيرة بقيت بسكت أحسن بقيت بتكلم عن الكتب الكويسة اللي عجبتني بحاول قدر الإمكان إن أنا أختار كتب أنا شغوف بيها أصلا علشان ما حسش بعد كده إن أنا أعمل ألف بدايرة إن أنا أعمل أقرأ كتب مش كويسة وبطلع أقول للناس كتب مش كويسة وما فيش حد بيستفيد من الكلمة اللي أنا بقوله غير إنه هما ما بيقرؤوش الكتاب والاختيار الثاني هو إني أجبر نفسي إني أكمل الكتاب للآخر وممكن في بعض الحالات ألاقي الكتاب ده أنصف نفسه شوية معي ولكن الكلام ده ما بيحصلش دايما وليد وسام ألف مبروك ومن نجاح لنجاح يا رب إيه أفضل رواية قرأتها ورأيك إيه في فيديوهات أحمد عدلي الحضران مفقودة أفضل رواية قرأتها ما زالت حتى الآن هي رواية العطر لباتريك زوسكند ولسه في روايات في الفترة الجاية ممكن تحتل مرتبة فوق رواية العطر منتظرها موجودة كلها في المكتبة وفيديوهات أحمد عدلي أنا شايف إن هي أكتر من فكرة فيديوهات هي دراسات بحثية خلينا نقول فيديو إسايز بحث حقيقي الراجل بيحاول قدر الإمكان إنه هو يطلع نتائج بحثه الطويلة دي كلها في كام دقيقة ولي ناس كتير ما تعرفوش إن أحمد عدلي واخد سكة عكس اللي أنا واخدها تماما يعني لو أحمد عدلي بيحاول إنه هو يفكر أكتر وبيحاول إنه هو يبحث أكتر ويطلع بنتائج جديدة فده نوع محتوى طبعا يتم تقديره واحترامه بنسبة كبيرة جدا اللي أنا بعمله في المحتوى بتاعي لأن في ناس كتيرة جدا كانت بتقارني بأحمد عدلي وبتقول لي لا روح شوف الفيديوهات بتاعته وتعلم منه هو وارجع لخص الكلام بتاعه وقولوا أنت هم مش عارفين إن أنا وهو أصلا على تواصل من بداية ما الكلام ده بدأ يتقال أصلا الفكرة في الفيديوهات بتاعتي إن أنا باخد الكلام الرسمي الكلام الموثق الحاجة اللي كل الباحثين والمؤرخين اتفقوا عليها أنا ما بجيبش حاجات جديدة من عندي لإن ده مش مجال تخصوصي أصلا فرأيي في فيديوهات أحمد عدلي إن هي جيدة جدا ولكن زي فيديوهاتي برضو لا يجب الاكتفاء بيها لازم أنت كمان تبدأ تقرأ وتبحث أكتر ولا تعتمد على كلام حد واحد خاصة في موضوع التاريخ محمد السيد بيقول هل هتعمل جولة في الستاب الجديد؟ ياريت أنتو اللي تقولولي في الكومنتات عايزين حاجة زي كده ولا لأ زائد هل هتضيف سلاسل جديدة في القناة بعد التطوير ده؟ بكل تأكيد في سلاسل جديدة هتنزل هنا على القناة ولكن الموضوع ده هيكون قصير المدى يعني لو في سلسلة هنضيفها مع سلاسل طويلة المدى اللي احنا عمليين نعملها دي فهتكون سلاسل قصيرة آخرها مثلا 10 حلقات 11 حلقة 12 حلقة ولكن علشان تكونوا عارفين ومعايا في التراك أنا بقيت أحب السلاسل ما بقيتش أحب الفيديوهات المنفصلة الموضوع ده بقيت أفضله كتير جدا الفترة دي حاس انه هو أريح بالنسبالي وحاس انه هو بيخلي المتفرج متابع أكتر مش متفرج طياري كده جاي ياخد معلومة ولا لأ زائد ان في حاجة تانية برضو هتنزل مع الفيديوز الطويلة وهي فيديوهات الشورت وده إلى حد ما ليه علاقة بالسؤال اللي بعده من ياسمين والكتب ياسمين والكتب هي قناة بتقدم عليها ياسمين فيديوهات عن الكتب بوكتيوبر قناة تستحق الاهتمام يعني فممكن تبقوا تروح تشوفوها وبتسأل عن يوتيوب ازاي ان احنا نقدر نقدم فيديوهات فيها محتوى حقيقي ومحتوى محترم ونتغلب على خوارزميات اليوتيوب واللي بتعملوا فينا ودي إجابة السؤال إجابة السؤال في الإجابة اللي أنا لسا إيه لها من شوية ان احنا نحاول قدر الإمكان نواكب اللي يوتيوب عاوزه يوتيوب عاوز مننا ان احنا نعمل فيديوهات قصيرة خلاص مفيش مشكلة نعمل فيديوهات قصيرة بجانب المحتوى بتاعنا علشان نقدر إن إحنا نعمل ليوتيوب الحاجة اللي هو بيحبها وفي نفس الوقت نعمل إحنا كمان الحاجة اللي إحنا بنحبها والحاجة اللي إحنا راضيين عنها إحنا ما بنمشيش زي ما الناس عاوزго ولكن إحنا بنمشي زي الالجوريدمز ما هي عايزة لإن إحنا لو تحدينا الالجوريدمز هنلاقي نفسنا اللبسنا في حيطه هتلاقي نفسك مش قادر إنك هتعدي الألف مشترك أصلا بس ادي يوتيوب اللي هو عاوزه هتلاقيه وصلك للناس اللي بتقدم اللي انت عاوز بلس ان احنا لازم نستمر ولازم نطور من نفسنا سهيلة بتقول حابب محتوىك يكمل في ايه الفترة الجاية وهلع تعمل سلاسل تاريخية جديدة قريب سلاسل تاريخية مظنش ولكن سلاسل جديدة اظن جدا في الغالب ودي يعني خبر حصري انه هو هيكون لي علاقة بتلخيص بعض الكتب ومحتوى يحب انه هو يكمل في ايه الفترة الجاية انتو ما تعرفوش المحتوى اللي جاي في ارض الحضارة والارض المقدسة شكله عمل ازاي الموضوع هيكون مثير جدا زائد ان فيه فكرة كده في دماغي لو زبطت معايا شوية اظن ان هي هتكون رائعة فستاي تيوند واستنوها طبعا طبعا ناس كتير بتبارك على المكتبات الجديدة والزواج والستاب الجديد والحاجات دي كلها فيعني فوق الراس والله عبدالله بيقول ايه الخطوة الجاية بعد الجواز تركيز في الشغل انا عطشان شغل وبرضو كومنتس جديدة وراء بعضها عن المكتبة فواضح ان احنا برضو هنعمل جولة سيتاب وجولة في المكتبة الموضوع هيكون متعب شويتين ولكن اظن ان هو يستحق طالما انتو عاوزين هبنعمل اللي انتو عاوزينه فانتو عارفين هتعمله ايه سي زار بيسأل ازاي زود قدرتي في القراءة هل قرأة الروايات اهدار للوقت ولازم اقرأ كتب علمية بس ولا الروايات ممكن تفيدني اظن ان الروايات لو مش مفيدة ما كانتش بقت موجودة اصلا الروايات والقراءة في الادب حاجة مفيدة جدا ولكن برضو في نفس التوقيت لازم ننتقي نوع الادب اللي احنا بنقرأه لازم نقرأ حاجة ليه علاقة بينا لازم برضو نقرأ حاجة مهمة ومفيدة الادب كبير جدا وتحس ان هو مساحة كبيرة قوي ولكنها مظلومة لان اغلب الناس المحبة للكتب بتتهم دايما ان الروايات ان هي تفهى ان الروايات لا تقدم اي معلومة ولا اي فائدة على الاطلاق وده ظلم واحصار للرواية في نوع معين من الادب اظن ان كلنا متفقين ان هو نوع سيء بس الروايات في حد ذاتها حاجة ممتعة جدا وحاجة قيمة جدا لو احنا ركزنا شوية مع الروايات الجيدة وتزود قدرتك ازاي في القراءة افضل الاعمال ادوامها وانقل اقرأ عدد قليل من الصفحات كل يوم ما تعملش مجهود على نفسك وانت بيقرأ حسيت ان انت بدأت تميل ما تجبرش نفسك على القراءة حط البوك مارك بتاعتك هنا واقفل الكتاب بتاعك واسيبه ولو انت بتقرأ كتاب انت مهتم بيه هتلاقي نفسك رجعتله مرة تانية وبدأت تقرأ فيه مرة تانية فبالتالي تختار الكتب اللي انت مهتم ان انت تقرأها وفي نفس التوقيت يعني حاول انت تقرأ عدد قليل من الصفحات هتلاقي نفسك اخر الشهر مخلص كتب كتير اسراء بتقول مرتب مكتبتك الجديدة بناء على ايه والله هم بارك جميلة جدا تانكيو اسراء اللهم امين ومرتبها بناء على ايه الصراحة انا كنت ناوي ارتبها بناء على القطع بتاع الكتاب يعني احط الكتب اللي القطع بتاعها قد بعضه علشان انا عندي مشكلة في التناسق والسيمترية والحاجات دي ولكن زوجتي كان لها رأي اخر ان احنا لازم نرتب الكتب بناء على الكتب العربية والكتب الروسية والكتب اللاتينية والحاجات دي والكتب الدينية برضو تكون مع بعضها فتم ترتيب هذه المكتبة بناء على هذا الامر وصراحة دي فكرة افضل بكل تأكيد بش علشان براتي هي لقي لها طبعا وان كان يعني لو هي لقي لها فهي فكرة جيدة جدا بس برضو علشان ما يكونش فيه لخبطة في المكتب ومحسش ان انا تايه وانا بدور على الكتب بعينه لأ انا عارف ان المكان ده بتاع الادب الروسي فلو انا بفكر في حاجة في الادب الروسي هروح على المكان ده فدي فكرة جيدة جدا ايه الاحسن بالنسبة ليك الكتب المكتوبة باللغة العربية الفصحة ولا المكتوبة بالعامية زائد هل في احتمالية انك تكتب في المستقبل ولو اه تكتب عن ايه لا يخفى على الجميع ان انا ما بحبش الحاجات المكتوبة باللغة العامية سواء كتب او روايات كلمنا على روايات سنان انتون ان هو شخص عراقي فبالتالي العامية بتكون عراقية وده خلانا في رواية زي رواية يا مريم نكون مرتبطين بيها اكتر وحنا بنقرأ فده استخدام جيد للغة العامية فانا بفضل العربية الفصحة عن العامية في حاجات كتير جدا زائد هل انا بفكر اكتب ولا لأ اظن ان دي حاجة محتملة جدا بس هكتب في ايه وعن ايه دي حاجة لسه محتاجة شوية تفكير وشوية وقت بس لو في كتاب هينزل مكتوب عليه الكاتب عبد اللطيف ما نظرنش ان هو هيكون موجود السنة دي ولا السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها وواضح ان بقية الاسئلة يعني للأسف هي مش اسئلة ان نقدر ان احنا نجاوب عنها في الفيديو ده او في دقيقة او دقيقتين دي اسئلة عايزة حلقات طويلة الناس بتسأل عن حاجات في التاريخ الناس بتسأل عن حاجات في الكتب فبالتالي ما اقدرش ان انا نجاوب على حاجة زي كده في هذا الوقت القصير ولكن ممكن ان احنا نخصص حلقات لهذا المحتوى المهم ان ده كان الفيديو بحاول ان انا ارجع فيه مرة تانية ليوتيوب فطبعا انا عارف ان انتو فيه تعليقات كتيرة على السيتاب اللي وراي ناس هتقول لي لا احط الشاشة في الحتة الفلانية ناس هتقول لي لا اخلي الكدر بالشكل الفلاني يا جماعة ده فيديو تحضيري انا لسه بجرب فيه حاجات كتير بجرب اللينس بجرب المايكات مرة تانية بجرب الاضاءة مرة تانية المايك نفسه حسيت ان هو مهيس مني شويتين كده اول ما جيت اشتغل فدي حاجة بنرجع بيها الفلو مرة تانية للفيديو علشان كده اتمنى تكونوا عاملين لايك مش شاركين في القناة من فعلي التابعات عشان تجيلكم الحلقات اللي جاية اول ما تنزل ارض الحضارة والارض المقدسة والبداية والنهاية مكملين معانا في ارض الحضارة هنبدأ رحلة جديدة طويلة نوعا ما ولكنها مثيرة جدا وفيه كتب كتيرة جدا المتكلمة عنها كذلك فيه الارض المقدسة وكذلك في البداية والنهاية الموضوع نفس الشيء وفيه كتاب موجود في المكتب هنا هنبدأ ان احنا نلخصه عن قريب ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي سلام علي